اشتركوا في القناة او عم نعمل فرضيات كيف بدنا نتعامل مع هالوضع ياريت منشرح للناس هل يعني ما يقال عبر التلفزيونات وعبر الشاشات حقيقة عن هالاسعار او انه هيدا شي طبيعي مع الحال اللي وصلت لليرا بدي ياريت تشرح للناس شوي وتفهمهم شو عم بصير الناس سبقتنا كيف لازم تتعامل مع التضخم يعني فيه ناس راح صار تتعمر بيوتا يعني تكفي بيتا تشتري مواد بنا ناس راح تزرع يعني شفنا نزوحة من المدينة للضيع بس المشكل انه ارقام التضخم يلي عم تعلن الرسمية هي كتير بعيدة عن الواقع يعني قالوا الارقام الرسمية انه اول خمسة شهر من السنة معدل التضخم هو 28.5% وشهر ايار واحده كان 56.5% بينما اذا بنشوف كيف الدهور يتسعر صرف الليرة اذا كانت 1000 وخمسة اذا اليوم بدي اعتبرها مش 10.500 اذا بدي اعتبرها 9000 يعني ضرب ست مرات تقريبا 1500 ضرب ستة يعني 9000 فما معقولة تكون التضخم بس 28.5% هذا باول خمسة شهر ضمنا ايار وبالتالي انا برأي ارقام التضخم اقل له 400-500% كيف تتعامل مع التضخم بيختلف حسب الواحد اديش عنده مصاري بالنتيجة في ناس اشتري الذهب يلي هي اصلا كنا عطول ننصح من مطلع او 2019 انه العالم يوزعوا استثماراتهم نسميها دايفرسي فاي او داي يعني كنا ننصحون انه ما يتركوك المصرياتهم بلبنان يشتريوا ذهب يشتريوا اسهم بالخارج يكون عندهم اموال بكذا عملي فعملية انك توزع استثماراتك ام توزع مداخلك هذي طريقة انك تحمي حالك ضد تشتري اسهم برا بيساعد انك كمان تحد من اثر التضخم هلأ الموجودين بلبنان شفنا انه الناس صاري تتكدس المواد الاولية ومنعرف فيه مواد معينة لعالم تشتريها لانه مثل الحبوب والرز وغيرها لانه مثل ايام الحرب بالضاير يعني في عندها ما بتتلف بسرعة ما بتتلف مظبوط وتشبع متل ما بيقولون للأسف بس هذي يعني مسؤولية الدولة انه كيف تكافح التضخم ومسؤولية مصري في لبنان يعني المصارف المركزية بالعالم مسؤوليتها انها تخلق وظايف اذا بدك تقبح التضخم يعني تحارب التضخم وتخلق وظايف وهذا الشيء كمان بينطبق على الدولة للأسف آخر خمسة سنين يعني القرارات المالية والنقدية والاقتصادية كلها كانت خاطئة يعني كان يجب يعملوا عكس شو عملوا عكل الأصعاد اذا صح التعبية وانا بدعي هون الدولة بهذه الفترة انها تلغي الضرائب نهائيا لانه اليوم الضرائب بتساعد اذا لغناها انها تحد من ارتفاع الأسعار وما الا معنى انك اليوم تحصل ضرائب وقتا ايمتها منا شيء وكنا دعينا كمان بأول نوفمبر انه مصري في لبنان يعمل كابتال كونترول مش بس على الدولار كمان على الليرة والسبب؟ السبب لانه كانت العالم انه عمامول كابتال كونترول على الدولار بشكل ديفاكتو بينما على لبناني فيك تسحب قد ما بدك وبس تسحب قد ما بدك يعني انت بتروح بتاخد هذه الليرة وبتركد تطلب فيها دولار وهذا الشيء سيهم بتدهور سعر صرف الليرة اكتر واكتر وبالتالي مفروض نحن نحد من صحبات بالليرة اللبنانية كرميل ما نغرق الأسواق بالليرة اللبنانية لانه كلما العالم مع ليرة اللبنانية لحتركد انها تشتري دولار تتحافظ على على الادرة الشرائية تبعها لانه بتعتبر انه الليرة لازم تتخلص منها وتترك معها دولار تتعود عن الخسارة اللي عم تخسرها بقيمة سعر صرف الليرة استجاد رح احمل لك بعض اللي اذا بدك هيك المفاهيم يلي الناس بتدولها اليوم بتشوف بتسمع ناس بيقولوا يا جماعة ما تتهافتوا على شراء السلاع لانه هيدا الشيء رح بيساهم بانه ترجع توطى اسعارها يعني ما تركدوا على السوبر ماركت وتشتروا اكتر لانه هيدا الشيء طلبكن الزايد عم بيخلي السلاع تزيد هل هيدا المفهوم اقتصاديا صحيح يعني بدي بدي نوضح بعض المفاهيم ما في يقولون هيدا القصة مثل قبل بس عطيوا الزودة للعالم صاروا يحطوا عليهم الحق لانه الدهور يتسعر صار في الليرة لانه راحوا سافروا على تركيا وابروس انا هيدا الشيء ضدوا نهائيا يعني منيح اللي سافروا على تركيا وابروس وينما كان بالعالم لانه زمطوا بهالسفرات لانه في كتير ما بقفهم يسافروا ام كان ونحجزوا اموالهم بالبنوك وبالتالي اليوم لا شعوريا المواطن اللبناني اذا اليوم ما راح على السوبر ماركت عم بيشوف انه بعدين انه عم تغلق الاسعار يعني هذا التصرف طبيعي انه يروح يعني لغريسة البقاء بيروح يجيب اكل يعني انك تقول له ما تروح كأنك انت عم بتعالج النتيجة مش الاسباب فهو طبيعي انه يروح كمان بشوفهم في كتير عالم بيقولوا انه بيصيروا يعمموا انه اللبناني معه ما صار مالك عم بتشوفه كيف واقف بصف تيشتري مثلا براند او حيالة سلعة بتكون منه انه مهمة كتير انه شو ما طلوبة من اللبناني عنده ولاد اليوم صغار صارت مثلا الصباط صغر عاجره ام التياب صاروا صغار عليه وكلمان يحافظ عقدرته اشي رائي عم بيجرب انه يشتري اتياب من هلأ فما فيه كمان اقول انه انا ما عندي مشكل انه اذا ناس مع مصارد احنا ما عنا مشكل بهذا الموضوع ام بشوف انه في ناس عم بيقولوا ليه كل لبناني موجودين بالمطاعم واكيد معهم مصريات وقالا كيف عم بيروحوا على المطاعم بالعكس انا بدي شجعون يروحوا على المطاعم لانه اذا راحوا على المطاعم عم بيشغلوا غير عالم وعم بيشغلوا الاقتصاد فانا المشكلة مش بهال عشرين بالمية وين المشكلة المشكلة انا انه 80 بالمية ياللي ام 70 بالمية من اللبنانيين ياللي بطلوا يروحوا يقدروا يروحوا على المطاعم انا بدي ايهون يصيروا يقدروا يروحوا على المطاعم يعني وكل الثورة شواز وإذا هي مثلا الدولة عملت شي منيح إذا عملت لأنه أنا بآخر خمس سنين ما شفت القيمين على إذا بدك السلطة بلبنان أم القيمين على الأمور الاقتصادية أموا بأي شي صح فلحنا بدنا نعمل الأصص بالقلب يعني الناس اللي معهم مصاري اللي بدنا يهون يروحوا يصرفوا وهون في مسؤولية اجتماعية كل واحد قادر يظهر ويصرف مصاري لازم يروحوا يصرف مصاري تشغل الاقتصاد لأنه في كتير ناس اليوم ما بيعتاشوا بيشتغلوا ماترية بالمطاعم بيشتغلوا ويترز في عندك شركات بتشتري مننا مواد أولية بتشتري مننا أكل فلحنا الغلط أنه ما نقول أنه لا يكون في ناس معهم مصاري وميسورين الغلط أنه يكون عندنا ناس مش قادرين يصرفوا لحنا بدنا شغلة القيمين على القرار في لبنان أنه يكافحوا البطالة ويخلوا يصير المواطن اللبناني عم بيعيش بحياة كريمة لأنه هذي أقلة إذا بدك حقوق يعني مش معقول لحنا نصير نفكر كيف بس بدنا ناكل ونشرب وقالوا لك ما بدك تموت بالنجوع لش هذي طموحات اللبناني ما كل عمره اللبناني هو رائد إذا بدك بكيف يبني غير اقتصاديات كيف يكون عنده إبداع لحنا ما بدنا نحدد له اليوم طموحه للبناني عم نشوف اليوم اقتصاد المعرفة كيف عم بيت قهكر بالعاكس لحنا اليوم لازم ننشطه أكتر وأكتر لأنه اليوم في كتير دبنانية مفروض يجربوا يلاقوا أشغال يقدروا ينفذوها عن بعض عبر الإنترنت هذي الأشغال يمكن جيب لهم دولارات وبعدين هذي الدولارات اللي بتجيبها بتساعدهم أنه كيف حواءات تدخل طب استجهاد لكن بهذه الحالة أنا بعرف أنه بدي أبعد شوي عن النظريات لأنه بعرف هاي حالة يعني كلنا مخضوضين فيها وكل واحد عنده تصرف سؤالي الأخير لحضرتك شو هو إذا بدك الاقتصاديا أو هيك حياتيا شو تصرف الأمثل اليوم لنقدر ندبر حالنا عم تحكي كمواطن كمواطن لبناني أنا بعتبر أنه المشكل إن كان التعامل بميله إن كان الصرف يعني شو نصيحتك لهالناس اللي فعليا ما بتعرف بروح بزق السوبر ماركت على البيت يعني أم بتصرف خلي المصاري معي بصرفه شو بعمل أنا بقول لهم يعني معه دولارات ما يصرفون معه دهب ما يصرفون لأنه هذا الشي لأنه هو كل المدخول اللي بياخده هو بالليرة اللبناني أغلبية المدخيل يعني اللي بيقبضوا بالدولار هنه كتير إليه فيتركون لهذا لأنه بيسمون مثل كأنه عم بيعمل تحوط أم عم بيحمي حاله أنه تجاه أي تدهور محتمل لسعر صرف الليرة بالمستقبل وفي عندنا كتير لبنانية اليوم عندهم حدا موجود برا هالحد الموجود برا هو كأنه مثل ضماني لقلهم أنه إذا يبعتهم مثل ما يقولون يعني كيف أنت إذا بدك وزعت استثماراتك كمان العيال اللبنانية موزعة في منهم موجودين برا وهذا الشي عم بيكون عم بيساعدهم للبنانية اللي يصمدوا بهذه الفترة الخبيل الاقتصاد الجهد حكايم شكرا كتير لك مرتين شكرا لحضورك معنا بالصباح الباكر نتمنى نجعل نشوفك بحلقات تانية ونعطي للناس هيك نصايح مفيدة لقيلهم شكرا كتير لقيلكم كل أجزاء سوء العمل كمان فقرة ببرنامجنا منقدم فيها شو الأعمال المطلوبة مع مروة خلف شكرا كتير لقيلهم